اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي يجب العمل على صونها وحمايتها والدفاع عن شعبها الشقيق كجزء لا يتجزأ من الامة العربية بتاريخه وحاضره ومستقبله والعمل على تلبية تطلعاته في الامن والتنمية والازدهار مبينا ان ما يسمى بالمنطقة العازلة يجب ان يكون لها غطاء سياسي واضح كما اكد معالي وزير الخارجية على رفض العدوان والتدخلات من اي طرف سواء من تركيا او ايران او اسرائيل وان هذا الاعتداء التركي على سوريا يفرض اتخاذ موقف موحد يردع اي تجاوز على اي ارض عربية واشدد معالي شيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة على اهمية صون الامن القومي العربي ومواجهة كافة التهديدات التي يتعرض لها باسلوب شامل لكافة القضايا وانوه معالي وزير الخارجية الى ضرورة قيام مجلس الامن الدولي فورا ودون تردد بمسؤولياته في ايقاف هذا العدوان حفاظا على الامن والسلم الدوليين ولإيصال رسالة واضحة الى المجتمع الدولي هذا وقد صدر عن اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري قرار ادان العدوان التركي على الاراضي السورية باعتباره خرقا واضحا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن التي تدعو الى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا وخاصة القرار رقم 2254 واعتبره تهديدا مباشرا للامن القومي العربي وللامن والسلم الدوليين معكدا على ان كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدفاع عن الاراضي السورية هو تطبيق للحق الاصيل لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس وفقا للمادة الحادية والخمسين من ميثاق الامم المتحدة كما طالب بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من كافة الاراضي السورية والتأكيد على ان هذا العدوان على سوريا يمثل الحلقة الاحدث من التدخلات التركية والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول اعضاء في جامعة الدول العربية مؤكدا الرفض القاطع لاي محاولة تركية وكل المحاولات الاخرى المستهدفة فرض تغييرات ديمغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في اطار ما يسمى بالمنطقة العازلة باعتبار ان ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي يتعين على المجتمع الدولي مواجهته ومنعه ويشكل تهديدا خطيرا لوحدة سوريا واستقلال اراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي كما اكد على ضرورة احترام القانون الدولي فيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين كما حمل القرار تركيا المسئولية كاملة عن اي تداعيات لعدوانها على تفشي الارهاب او عودة التنظيمات الارهابية بما فيها تنظيم داعش الارهابي لممارسة نشاطها في المنطقة ومطالبة مجلس الامن الدولي وبصفة خاصة الدول دائمة العضوية باتخاذ كل ما يلزم من تدابيرا وبشكل فوري لضمان قيام تركيا بتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بعدم السماح بتسلل المقاتلين الارهابيين الاجانب الى خارج سوريا او اعادة بناء قدراتها داخليا ما سيقوض ما تحقق من انتصارات على الارهاب ويهدد الامن الاقليمي والدولي واجدد القرار التأكيد على وحدة واستقلال سوريا والتشديد على اهمية البدء الفوري في المفاوضات السياسية تحت رعاية الامم المتحدة خاصة في اطار اللجنة الدستورية التي اعلن عن انشائها مؤخرا لتطبيق العناصر الواردة في قرار مجلس الامن الدولي رقم 2254 والتوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية وانهاء معاناة ابناء الشعب السوري وتشديد على ان لا حل عسكريا للأزمة وضرورة اعتماد المسار السياسي سبيلا وحيدا لتسويتها وحل جميع تداعياتها وبما يضمن الالتزام بالقانون الدولي ويحقق امن سوريا وامن جوارها ودول المنطقة ويؤدي الى خروج جميع القوات الاجنبية من سوريا ويسمح باستعادة سوريا دورها في منظومة العمل العربي المشترك كما طالب مجلس الامن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الاراضي السورية بشكل فوري وحث كافة اعضاء المجتمع الدولي على التحرك في هذا السياق مع العمل على منع تركيا من الحصول على اي دعم عسكري او معلومتي يساعدها في عدوانها على الاراضي السورية كما تم تكليف معالي الامن العام لجامعة الدول العربية باجراء اتصالات مع سكرتير عام الامم المتحدة لنقل مضمون قرار مجلس الجامعة وتوزيعه على اعضاء الامم المتحدة كوثيقة رسمية والنظر بالتنسيق مع العضو العربي بمجلس الامن في ترتيب زيارة لوفد وزاري عربي مفتوح العضوية الى المجلس لمتابعة الامر والعمل على وقف العدوان التركي على الاراضي السورية ونص القرار على النظر في اتخاذ اجراءات دبلوماسية واقتصادية واستثمارية وثقافية وسياحية وفيما يتعلق بالتعاون العسكري لمواجهة العدوان التركي وكلف القرار المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي داخل مختلف اجهزة الامم المتحدة خاصة مجلس الامن الدولي ورفع توصياتها لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن في اسرع وقت ممكن كما دعا الى تشكيل لجنة عربية لمتابعة التدخلات التركية في الدول العربية ورفع توصياتها لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري ترجمة نانسي قنقر